وعشان ده الاهلي ودي مواقفه بعد انتخابات اتحاد الكرة في اكتوبر 1922 وفي الجامعية العمومية للنادي يوم 24 نوفمبر 1922 تحدث فؤاد اباظة بيك سكرتير النادي الاهلي في تقريره السنوي وقال انما كانت النادي على سابق سموها زادت سموا واحتراما لا بسبب تقدمه في داخله فقط بل بالاعمال التي يقوم بها اعضاؤه المسؤولين في الخارج والتي لها علاقة مشتركة مع الانديا الاخرى ففي الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يضم اليه 24 ناديا لجنة ادارته مكونة من 18 عضو رئيسها معالي وكيل النادي ووكيلها سكرتير النادي وامين صندوقها سكرتير القرب النادي وبباقي اللجنة اربعة اعضاء من النادي قد وجه اعتراض من مندوب احد الاندية في جمعية الاتحاد العمومية بشأن النادي الاهلي يمثله باللجنة عدد كبير مما يخشى من ان النادي الاهلي يستبد بالاندية الاخرى لأكثرياته في اللجنة فكان جواب مندوب الاندية الاخرى انه فضلا عن ان ذلك كان بالانتخاب من ممثل الاندية الـ 24 فان وجود اكثر نسبة من اعضاء النادي الاهلي ضمان لنجاح الاتحاد ومراعاة للثقة فيه واظن ان في هذا الوصف ما يسركم واشرح صدوركم واتعشم انه اذا نشأت اتحادات جديدة للالعاب الرياضية الاخرى مثل التنس وخلافه فان اعضاء النادي يعملون لكسب مثل الثقة التي نالها اخواننا في اتحاد كرة القدم يا ترى لما تأسست التحدات جديدة لبقى الالعاب كلام فؤاد ابازة بك اتحقق ده اللي هنعرفه لو احيانا واحياكم ربنا من الحلقة القادمة ان شاء الله